بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياك من العلم النافع والعمل به إنه ولذلك والقادر عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإله أنيم حديثنا اليوم سيكون مواصلة في الجلسة الثالثة من جلسات هذا الكرسي العلمي في علم التصريف وتحدثنا الكرسيين الماضيين عن تعريف علم التصريف وتحدثنا كذلك عن أنواع بنية الفعل التصريفية وتحدثنا عن الأحكام التي تتعلق بفعلة والأحكام التي تتعلق بفعلة وتحدثنا عن مسألة من المسائل التي تتعلق بفعلة وهي مسألة الجوالب وتحدثنا عن جالب الكسر فقط عن جوالب الكسر فقط نكرنا أن الجوالب عشرة أربعة اختصت بالكسر وأربعة اختصت بالضم واثنتان للفتح تحدثنا عن جوالب الكسر وهي أربعة الفاو واون والعين ياء والمضاعف والفعل المضاعف اللازم الآن سنتحدث عن الجوالب الضم وجوالب الضم أربعة أيضا هذه الجوالب كلها هي السبب في كون الفعل المضارع يضم أول هذه الجوالب قبل أن ندخل في نص الكتاب الجوالب أربعة وهي أولها كون فاء الكلمة كون فاء الكلمة لا كون عين الكلمة أقصد واوا أولها كون عين الكلمة واوا فكلما كان عين الكلمة واوا نضمه في المضارع قال قال من القول ماذا نقول في المضارع يقول فإذا يقول هي المضارع لماذا لأن عينها واوية نقول مثلا صام يصوم قام يقوم واضح؟ نعم وعام يعوم أنه سبح يعوم وحام يحوم ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى اللهم حرمه تحوم حول الله إذن هذا هو العين الكلمة واوا الجانب الأول من جوالب الضم كون عين الكلمة واوا طبعا قلنا الطريقة التي تعرف بها واوية الكلمة أو يائيتها ترد الفعل إليك ماذا قال قال تقول قلت قلت ستضم القاف الصام تقول صمت هكذا الجالب الثاني هو كون لام الكلمة واوا إذا كان لام الكلمة أيضا واوا يضم الفعل المضارع هذا مثل الكلمة التي مرت معنا دعا دعا يدعو يدعو غزا يغزو وهكذا بمعناه أن أي كلمة كان آخره كان لامها واوا بمعناه بمعناه أن مضارعها نضم عينها نضم نعم نضم عينه نقول يغزو ويدعو وسمى مثلا يسمو معناه ارتفعت مكانته من السمو الجالب الثالث من جوالب الضم هو إذا كان إذا كانت المفاعلة للمفاخرة إذا كان الفعل للمفاخرة معناه أنت تقول سابقته أسبقه لا تقول أسبقه شاعرته أشعره من الشعر أسبقه تكون صارعته أصرعه إياك إياك أن تقول أصرعه وأسبقه لا غير صحيح أصرعه أصرعه من الصرع مصرع الجالب الرابع هو الفعل المضعف المتعد عكس الجالب الكسر الأخير يعني أنه الجالب الأخير وفي الضم عكس الجالب الأخير في الكسر لأن الجالب الأخير في الكسر قلنا التضعيف مع اللزوم وهذا التضعيف مع التعدي معناه التعدي عكس اللزوم لأن التعدي معناه أن الفعل يتعدى للمفعول به واللزوم معناه أنه لا يتعدى للمفعول به أنه قاصر ثم قال المؤلف وَضُمَّ عَيْنَ مُعَدَّاهُ نعم اقرأ نعم قال الناظم وَضُمَّ عَيْنَ مُعَدَّاهُ وَيَنْذُرُ ذَا كَسْرٍ كَمَا لَازِمٌ ذَا ضَمٍ احتَمَلَ فذو التعدي بكسر حبه وعذا وجهين هر وشد عله على لا وبت قطعا ونم وضممن مع اللزوم فمرر به وجل مثل جلا هبَّت وذرَّت وأجَّ كَالْرَّ هَمَّ بِهِ وَعَمَّ زَمَّ وَسَحَّ مَلَّ أي ذَمَّلَ طيب دعنا نأتيه بيتا بيتا دع له يكون أحسن إن شاء الله وَضُمَّ عَيْنَ مُعَدَّاهُ معناه الفعل المتعدي المضعف ضم عينه في المضارع فنقول مثلا في رد رده يرده ضمه إليه يضمه وهكذا مده يمده مثلا في الآية الكريمة قول الله عز وجل وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَّا وَنَمُدُّ فالميم وهي عين الكلمة ضمت لماذا؟ لأن المده هذا فعل مضعف متعد نعم نعم وَيَنْدُرُ ذَا كَسْرٍ معناه من النادر أن نجد معناه نادر لاستثناءه في هذه القاعدة لكنه موجود وَيَنْدُرُ ذَا كَسْرٍ كما لازم قال يَنْدُرُ ذَا كَسْرٍ كَمَا لَازِمٌ نعم مثل كما أن اللازم أيضا يَنْدُرُ فيه أن يكون نعم لكن يَنْدُرُ الأولى غير يَنْدُرُ الثانية النادر معناه القليل لكن الكسر أقل من استثناء الضم استثناء الكسر أقل من استثناء ضم نعم ثم بدأ المؤلف في الحديث عن هذا الاستثناء فذو التعدي بكسر حبه معناه الفعل المتعدي المضعف قلنا إن عينه دائما تكون مضمومة هذا تستثناء منه كلمة واحدة حبه حبه يحبه ولم تسمع عند العربي يحبه أبدا حبه يحبه إن الله حديث جبريل إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماي ثم يضع له القبول في الأرض معناه يحب هذا هو الاستثناء الوحيد ثم قال وعذا عهي معناه أحفظه عي المسألة معناه أحفظها وعاه معناه أكون أعاء لها وعذا وجهين معناه أحفظ ذا وجهين معناه ما فيه الضم وفيه الكسر لا وعذا وجهيني هره معناه كرهه كرهه معناه كرهه من الكرة نعم هذه وأيضا نفس الشيء الشدة فيها يشد ويشد وعذا وجهيني هره نفس نفس الكلمة هي هذه الكلمات كلها نفس الحكم فيها الوجهيني نعم هل هو هره نعم معناه كرهه آها معناه هره كرهه صحيح وشدة معناه شدة ستأتنا لعدة معاني ولذلك نحن الآن نتحدث عن الشدة التي تتعدى نعم فهذا هو حكمها تقول يشد ويشد فشد الوذاقة تقول شده يشده أو يشده عذا وجهيني عله العلة عند العرب تقال الغالب أنها تستعمل للشربة الثانية معناه بعد الشربة الأولى تقول علة وعلة النوق وعلة الخيل معناه أنها شربت مرة بعد هذه تقول يعله ويعله وبت تقول يبت ويبت بت يعني قطع قطع نعم ونم نميمة من النميمة نسأل الله السلامة وعلى الله نم تقول ينمه وينمه ومن ذلك قول الشاعر التابعي الجليل أحد يعني فقهاء التابعين يقول عليه رحمة الله في الغزل كتمت الهوى حتى أضر بك الكتم ولامك أقوام ولومهم ظلم ونم عليك الكاشحون نم عليك الكاشحون وقبلهم قد نم الهوى عليك لو ينفع النم لو ينفع النم معناه نم معناه مشاب النميمة نسر الله السلام وعلى الله وهي نقل الكلام على وجه الإفساد كما يعرف هالو العلم فتقول نم الحديث ينمه وينمه رضم من مع اللزوم فمر به وجل مثل جل طيب هذا الذي كنا نتحدث عنه هو المتعدي ولآن ماذا عن الفعل اللازم المضمون مر به مر تقول يمر يمر ممنم على اللزوم المضاعف المتعدي هذا ما ذكرنا نحن نحن هو ما كنا نتحدث عنه نعم هو الآن يعني هذا كنا نتحدث عن استثنائه نعم الاستثناء ما ذكرناه فيه الضم وفيه الكسر صحيح الآن هو يذكر أيضا استثناء في المتعدي يتحدث عن اللازم اللازم ما يضمه اللازم من المضمع هل هو من جوالب الضم ولا لا علاقة له بجوالب الضم ولا استثناء من الجوالب هو جزء من المسألة التي كنا نتحدث عنها نحن تحدثنا عن أن الضم جالب من الجوالب إذا كان الجعل متعديا مضعفا ومضعفا استثنينا من ذلك حالتين حالة الكسر ويندر ذا كسري وتحدثنا عن الكلمة أحب حبه حبه هذا يستثنى منه هذا يستثنى هذا من يندر ذا كسري وتحدثنا بعد ذلك عن ما فيه الوجهان كما لازم أن تضم نحتمل واضح نعم والآن انتهينا من الحديث عن المتعدي ونتحدث عن اللازم نعم مضعف اللازم المضعف اللازم هل نتحدث عن أيضا مستثنى من الجالب هي المسألة مترابطة وضمم النمع اللزوم في مرور به مر مر به تقول يمر ولا تقول يمر 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 مر به يمر وجل مثل جل نعم جل بمعنى ارتحل إذا رحل الشخص عن المكان يقال له جل عن المكان وليست جل التي بمعنى عظم هذه ليست ليست هذا جل التي بمعنى منها قول الله عز وجل في سورة الحشر ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا الجلاء معناه إجلاهم تقول الإجلا هذه تكون يجل هذه نقول فيها يجل يجل لكن مثل جل أو إكمال للبيت لا قال هبت وذرت وأج كالرهم به نعم تقول هبت الرياح هب النسيم هذا ما زال في المضعف اللازم نعم صحيح هبت الرياح لا تقول تهب ولا تقول تهب نقول تهب نعم هبوب الرياح في المضارع نقول تهب وذرت وهبوب النسيم أيضا وذرت أيضا نفس الشيء الرياح نعم نقول تذر تذر نعم بعدين وأج أج معناه نقول مثلا أجت النار أجيج نعم تكون يأج لآية الكريمة في صورة الله الواقعة أفرائكم النار التي ترون أنتم أنسيتم سجرة هام نحن الموسيون أجاجا لو نشاء جعلناه أجاجا نعم أججت النار معناه الاستعلت ونقول تأج نعم كر معناه كر عليه معناه في الحرب إذا كر الفارس على الفارس معناه هاجم عليه هاجمه وقال له كر عليه ولذلك الكر مقابله الفر ولذلك من الفر الفرار من الزح تعلمون أنه من الموفقات والكر أما أما الفر من أجل الكر فهذا لا إسكال فيه لكن الفر من أجل الفر هذا هو الذي فيه النهي قال كر يكر كر عليه يكر نعم قال هم 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 به يهم يهم نعم هممت لقد هممت أن أأمر بحطب فيه احتطب ثم وخالف إلى رجال لا يصلون أو إلى رجال يصلون في بيوتهم وحرق عليهم بيوتهم عزم يعني نعم من الهم وهو العزيم وليست من الهم وهو الكآبة نعم الكآبة قال هم به لقد همت به وهم بها أولاء الرآب ورحان ربي أي نقول يهم تهم لذلك لا تقول تهم نعم قال وعم عم أيضا لا تقول تعم عم الشيء بمعنى الشميله وكان جزءا منه يقال عمه يعمه يعمه يعمكم فضل الله تعالى أسأل الله أن يعمكم بفضله آمين ولا تقول يعمكم آمين آمين نعم زم أيضا منها زم يزم ولا ولا يصح فيها والزم يزم وسح نعم سح أيضا يسح ولا نقول يسح نفس يعني سح عليه يسح ولا نقول يسح أما ملف لها عدة معاني منها مثلا ملة طارة تكون فعلا مللة ومنها حدث النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لا يمل الله حتى تمله هذه ليست داخلة في هذا الباب لأن أصلها ماليلة هي فعلا ولذلك نرجعها إلى القاعدة الأولى عندنا في فعلا يفعل فعلا فعلا يفحل واضح هذا أول أصل فيها إلا ما استثمية نعم فلذلك ملة أي ذملة ملة يقال ملة الخبزة معناه جعلها في الترب الحار حتى يطبخها فيه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث للصحابي الذي شكا إليه معاملة أقربائه له قال له كأنما تسفهم المل معناه هذا هو المل المخصول الترب الحار صحيح هذا هو الذي يبقى بعد الرماد يعني أنه فضله عليهم عظيم نعم لأنه كأنما تسفهم الملة الملة نعم منها أي ذملة نعم منها أيضا لأل أل لمعن معناه نقول أل السيف لمعن معناه كله ما زلنا في المضعف اللازم صحيح صحيح كله هذا من لمعانه من شدة لمعانه تقول أل السيف أل لمعان تقول أل لا يؤل ولا تقول يئل ظهر معناه لمعانه إذا كان جديدا يكون لمعانه شديدا وأن لمعان وصرخا شك وطبعا الله لأنهم كانوا يتباهون بالسيوف بالجديد السيوف وكان من أحسن السيوف عندهم المهند معناه الذي ينسب إلى الهند السيف الهند هذا قديم عندهم الأفضل السيف هو أفضل السيوف ولذلك يتباهون بذلك يتباهون بلمعان السيوف ومن ذلك قول عن طرأة بن شداد في معلقته المشهورة في قوله محبوبته لمعت كبرق ذغرك المتبسم معناه يشبه لمعان السيوف بذغر محبوبته بيضي أسنانها لذلك كانوا يتباهون كان العرب يتباهون بلمعاني السيوف وشدتها وشدتها نعم قال وصرخا شك أبه وشد أي عدا شك نعم لا شك تقول يشك شك يشك طبعا شك أيضا لها معاني منه الشك شك الفريسة طبعا معناه أنفذ فيها آلة القتل نعم تقول شك يشك لذلك تضم عينها لأنها مضعفة لأنها مضعفة ولازم فعل مضعفة ولازم قال أب أب معناه رجع هذه تقول يأب ولا تقول يأب أواب منها نعم لعله قال وشد أي عدا شك وشد الشد وردت معنا في المتعدي المضعف ذا الوجهين والآن معناه أيضا في اللازم ولكن المعنى يختلف ولذلك المؤلف قال شد أي عدا أجدد به أزري ذاك من التقوية الشد معناه الإسراع في السير شد أي عدا عدا من العدو العدو ضرب من السير يعني شد هذا نوع من أنواع السير نوع من أنواع السير تقول شد بهم المسير أنه نعم أي عدا تقول شد يشد نعم أما شد في الفعل المعدة المضعف أنت بالخيار بين يشد ويشد أما هنا لا خيار لك نعم أنت هنا ملزم بيشد لأنها لازم وغير متعدية قال وشد أي عدا نعم هذا تعريف لها حتى تميزها من الشد الأخرى نعم ثم قال شقة 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 منها لولا أن شقة على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أشق من المشقة و ومنها شقة بصره معناه إذا شخص بصره عند الله الموت يقال له شقة بصره شقة يشق نعم قال خش أي عدا شقة منها منها أيضا خش خش يخش خش خبأه يعني خش يعني خبأه معناه خش المكان مثلا قطعه نعم تقول يخش ولا تقول يخش منها أغلى تقول غلى يغل ومن يغل ليأتي بما غلى يوم القيام غلى يغل و أي دخلا نعم غلى أي دخلا ماذا غلى معناه السرقة من الغنيمة نعم لا لا وقش قوم قال وقش قوم نعم تقول يقش وأما جنة عليه الليل جنة لها عدة معاني جنة بحسب الله يعني هي مذلدة فيها جنة وجنة وجنة بالكسر هي البستان البستان يقال له لا أقصد بالفتح عفوا هو البستان الجنة الجنة معناه البستان وال جنة والجنة معناه البستان منه الجنة جنة جنة الآخرة لما فيها من النعيم لما فيها الجنة من الجنون رجل به جنة تربصوا به حتى هذه دعواهم طبعا به جنة معناه به مس من الجنون وهذا هو غالب المعاملة المشركين مع الأنبياء والرسل أنهم يتهمونهم بالجنون غالبا أو يسحر تارة الجنة هي الدرع التي يتقي بها المحارب طربات العدو ولكن منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة ولكن جنة بمعنى استترى أي أمر استترى عنك وأظلم يقال له جنة هذا هذا سمي الجن بالجن صحيح هو كذلك سموا بالجن لأنهم يستترون صحيح والله عز وجل في قصة إبراهيم عليه السلام في محاورته لقومه في البحث عن رب فلما جنة عليه الليل رأى كوكبا معناه أظلم ولذلك هذا جنة جنة هذه التي نتحدث عنها جنة بمعنى أظلم نعم تقول جنة يجن ولا تقول يجن جنة يجن جنة يجن نعم قال وقش قوم عليه الليل جنة ورش نعم ورش المزن المزن معناه السحابة في السماء رشت معناه وقع منها الرش انطرت هذه تقول رشت ترش ولا تقول ترش نعم ورش المزن طش وثل أصره ثلل منها أيضا طش تقول يطش 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 نعم و لا 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 إلا الله ذل لا أصله ذل لا معناه أي راذة معناه الحمار يقال له ذل بمعنى أخرج رجعه يذل بالثاء بالثاء يثل يثل نعم بمعنى الروث صحيح رجعه وقال له ذل يذل إذن هو قال وثل أصره ثلل أي راذة أي راذة حتى لا يختلط عليك مع غيره قال طل دم طل دم طل دم معناه هذا معروف عند العرب هو إهدار الدم معناه عدم عدم القصاص مثلا من القاتل أو ولذلك أهدر دمه معناه أنه دون المعاقب نعم معناه من قتله لن يعاقب ولذلك كان مسبتا عند العرب أن يكون فيهم الطل ولذلك كانوا يتقاتلون بينهم عندما يقتلوا أحدهم واحد معناه قبيلة كلها تدخل الحرب من ذلك مثلا حرب البكريين مع التغليبيين التي استمرت أربعون سنة كانت سببها بيضة بيضة حمام ولذلك ولذلك حتى الداحس والغبراء أيضا هذه يعني توافه تبدأ حروبا ثم لا تقف حتى لا يكون فيهم طل صحيح ولذلك السموء ابن عادية يفتخر في قصيدته المشهورة يقول إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل تعيرنا أننا قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل وما قل لمن كانت بقاياه مثلنا شباب تسامى للعلاو كهول وما ضرنا أننا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثر نذليل لنا جبل يحتله من نجيله منع يرد الطرف وهو كليل رسى أصله تحت الثرى وسما به إلى النجم فرع لا ينال طويل وإن نال قوم لا نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالهم فتطول وما مات منا سيد حتفا فيه ولا طل منا ولا طل منا حيث كان قتل يعني لا يهدر الدم فيهم أيها كانوا يفخرون كثيرا هي هذه من عيون الشعر في المفاخرة فهو تارة بالكرم وتارة بالشجاعة مثلا وافتتحها بالكرم ثم بالشجاعة ثم بعد ذلك بطهارة النسل النسب علونا إلى خير الظهور وحطنا لوقت إلى خير البطون نزول فنحن كماء المزنما في نصابنا كهام ولا منا يعد بخيل نقول قبلها صفونا فلم نكتر وأخلص سرنا إناذ أطابت حملنا وفحول ينتفق بالنسل موضوع النسل والنسل بالطهارة فيه لذلك كان معروفا عند العرب موضوع إهدار الدم وعدم أخذ الثير كان منقصة عندهم ومذنما قال خب الحصان نعم خب الحصان الخب عندنا الخب وعندنا الخبب مثلا قوله عمر بن الخطاب رضي الله عنه لست بخب ولا الخب ياخد دعوني وما الخبب في نوع من السير ولذلك تقول خب يخب وليست يخب نعم لكن بمعنى خب نعم الانتباه معناه الفطن وعدم الخديعة نعم خب الحصان ونبت كم نعم ونبت كم نخل كم نخل تقول مثل قال الله عز وجل في الآية الكريمة والنخل ذات الأكمام والنخل ذات الأكمام معناه عندما يتفرع تتفرع فروعها تقول كم النخل يكم بضم الكاث نعم قال وعست ناقة بخلا وعست ناقة بخلا قصة قصة وعست نفس نفس المعنى طبعا في شعر العرب كانوا يهتمون كثيرا بوصف الناقة دون غيرها من الحيوانات وذلك لعلاقة لعلاقة الإبل بالصحراء لأن غالب العرب كانوا يعيشون في الصحراء لذلك مثلا طرفت ابن عبد البكري من أحسن من وصف الناقة من الشعراء الجاهديين في معلقته أفرد لها حدود الثلاثين بيتا فقط في وصف الناقة قصيدة أوشكت على الانتهاء وهو يتحدث عن الناقة لكن يصفها لك كأنه يصورها يعني يصف لك طول كل شيء فيها وعرضه وعدده وحجمه وقدره كانوا يهتمون كثيرا ولذلك الأمذلة دائما نجدها في الناقة في الإبل لا إذن هذا هو وقفنا عند وجهي وجهي صد معناه ما فيه الوجهان نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا إنه لذلك القادر عليه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في لقاء مبارك وفي خير وصحة وعافية إن شاء الله تعالى لننهي هذا الدرس بإذن الله تعالى عند هذا القدر وإذا كان فيه سؤال إنه استشكال والله لذلك الله خير وإياكم الله بارك الله فيكم طبعا من باب الوصية هذا النص سلامية الأفعال ينبغي أن يهتم بتصحيحه كثيرا لأنك إذا حفظته بطريقة ليست هي الطريقة الصحيحة معناه أن الموضوع ضاع عليك أنت تبدل كل الجهد حتى تعرف قواعد عين الكلمة فإذا أضعتها إذا قرأت الكلمة من غير الطريقة غير صحيحة طبعا أنها ضاعت عليك ولذلك ينبغي الاهتمام بتصحيحه طبعا الموجود على الإنترنت فيه الغث والسميم فيه الصحيح هو غير الصحيح لذلك الأحسن أن تسمعه من أكثر من الشخص حتى تعرف الفوارق أو تنر إلى الكتب المعتمدة وتسترشد بها في تصحيح كليه النص فهو نوعه من النصوص لا يحتمل أن تخطئ فيه في كلمة واحدة فأنت مثلا هبت عندما تقول هبت أو هبت أو كذا تغير المعنى تحفظها تلقائيا سيتغير المعنى ثم إن الكلمة في اللغة العربية تارة يكون لها أكثر من معنى ويكون الفرق في حركة فقط فإذا حركتها أنت مثلا جل عندما تقول يجل أو يجل يتغير المعنى تماما وهكذا في هذه الكلمات غالبها هكذا أي خطأ فيه بالنسبة لك خطأ كبير لذلك مهم جدا المحافظة على قراءة النص قراءة صحيحة نسل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم لما علمنا إنه لذلك القادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وبركاته اشتركوا في القناة